أعلنت سلطنة عمان وصول 22 فردا من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى أراضيها وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وصول عائلة صالح إلى السلطنة جاء استمرارا للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد تنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء وأفادت الوكالة إن عائلة الرئيس السابق الواصلين التحقوا بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية